مملكة البحرين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هم مصدر ثراء الوطن والرهان المضمون من أجل مستقبل مشرق ونود هنا أن نعرب عن اعتزازنا العميق لما تبدله كوادرنا البحرينية الشابة من جهود متواصلة وبخطوات واثقة نتابعها وبكل اهتمام تعزيزا لريادة تجربتنا الشبابية الوطنية لترتقي بنتائج عملها ولتستمر في تحقيق إنجازاتها بمهنية عالية وبتنافسية عالمية لا يخلو خطاب من خطابات جلالة الملك المفدى من تأكيدات على دور الشباب في بناء الوطن إذ أن الاهتمام والدعم الملكي الذي يحظى به الشباب شمل جميع المستويات والمجالات دون استثناء فالشباب بنظر جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هم مصدر ثراء الوطن والرهان المطمون من أجل مستقبل مشرق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التقى بالشباب في العديد من المحافل ولطالما احتضن قصر الصخير العامر الشباب فجلالته يؤكد دائما على أهمية احتوائهم وتقدير إنجازهم ودفعهم نحو تحقيق المنجزات من خلال كافة المبادرات وإحدى تلك المبادرات هي جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دائما ما يؤكد جلالته على أن الشباب المحريني مصدر ثراءنا ورهاننا المضمون وأن مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء ونحن بدورنا ننقل رؤية جلالة الملك لتتخطى الواقع المحلي لتصل إلى جميع شباب العالم ونسعى إلى صناعة الأمن لهم انطلاقا من كون مملكة البحرين التي كانت ولا زالت المكان المفضل وأرض الفرص للشباب إن دعم جلالة الملك المفدة للشباب تعدى إطار وحدود الوطن ووصل للعالمية من خلال جائزة جلالته لتمكين الشباب حيث أن الرؤية الملكية تتخطى الواقع المحلي وتحملت مسؤولياتها الدولية تجاه تنفيذ أهداف التنمية المسادامة وقامت بإشراك الشباب البحريني والعالمي وفق نهج جلالة الملك المفدة الذي يعد نبراسا لجعل البحرين عاصمة للشباب والرياضة ويأتي احتفال مملكة البحرين بالخامس والعشرين من مارس من كل عام بيوم الشباب البحريني بعد أن أقر مجلس الوزراء هذا اليوم يوما سنويا للشباب البحريني والذي جاء بناء على مبادرة طموحة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تحقيقا لرؤى عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في دعم الشباب وتبقى هذه المنهجية الوطنية التي تسير عليها كافة مؤسسات مملكة البحرين تؤكد وضوح الرؤية المستقبلية لواقع الشباب في أرض مملكة البحرين إذ أن ما أرستهم مؤسسات المملكة جاء وفق رؤى وتوجهات وتوجيهات العاهل المفدة في كل المحافل من أجل مستقبل مشرق وإيجابي يكون فيه الشباب كما هم الآن محققين المنجزات وداعمين لبلادهم ويرفعون اسمها في شتى المحافل